طيب رمضان معروف باليميش والبلح والكركدي والحاجات دي كلها فزي ما حريك قلت ان في الاول لازم بنشرب مية او العصير وبعد كده الشربة فقرة العصير دي في رمضان اصلا لوحدها ليها جزء يعني موجودة يعني احمد دحكلي دماتي شكله بياكل يميش كتير لا مش اميش بس انا باشرب بس يعني قعد اشرب كمية عصير كتير قوي وعلى الاكلة لايه نفسي ما مش عارف هيكل مش قادر بس تستنى شوية وتلاقي نفسك بتاكل جامل في ناس بقى بتقول انه باليميش ده البلح عمتن الرقم الفردي يتخن والزوج يخسس ما يعني ما عايز اعرف صحيتها هو مفيش طب انا ممكن اكل الفردي مثلا واحد وعشرين واحدة ما انا هتخن لا مفيش حاجة اسمها كده اولا هو طبعا التمر او البلح مفيد جدا ده اول حاجة ليه طبعا لان هو صنة سينيلي ان اللي بيغزي المخ البلح اللي سكر الجلوكوز هو ما ياخدش حاجة من كل الماكرو ده غير الجلوكوز فاللي بيحصل ايه لما اكل عشر خمستاشر بلحاية انا زودت كمية سكر في الجسم جامل قوي فاللي بيشتغل واللي هيستفاد البانكرياس يعني هيفرز كمية عالية جدا ياخد السكر ده انما لما اخد تلاتة بس كمية قليلة اه تيه هتطلع هيبقى كمية الانسولين اللي الجسم يفرزها او البانكرياس يفرزها قليلة فاللي هيستفاد من السكر المخ تلاتة مش سبعة ان البعض بيقولوا السبعة لا ما هي سبعة بقيت كمية كبيرة اكتر من احتياجنا يعني فكرة الرقم الفردي كسنة كسنة وكمية قليلة فكل ما بنقلل وانا بحجم كمية او بسيطر على مستوى ارتفاع السكر في الدم انا اللي ببقى كذبانة بعد كده بيجي بقى نوعية الاكلة انا كل يعني انا كلت بلح وكلت عصير وابتديت بالحاجة اه وبالمكارونة او روز او الحاجات او اللي عيش لا بيض طب ما انا كده بقى انت متخيل كمية الوجبة دي كلها تخزينها او السكر اللي بقى تمام وانا بيأكل الشخص يلاحظ ان هو بيأكل الحاجات دي بقى بحيس ان هو جعان جدا ياه ده انا جعان وانا كنت قادر اصبر ازاي على الاكل هو مش كده هو الانسولين اللي بيتفرز عشان يلاحق على الواحد بيأكله فبيجوع فانا لو خدت بالي ايه نوع الاكل وكمية الموضوع هيتزبط المشكلة فيه لو انا عندي بقى مريض في البيت سواء كان مريض ضغط مريض سكر او بري دي بيتك ما هو قبل السكر او عنده مقاومة انسولين او عندها تكيس مبايد كل ده بيفرق جمد جدا ومش بس بقى بيأكل ده بيأكل وبعد شبا نبتدى نروح للدكتور عشان اصر الاكل